طالبة الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي بالتحرك لوقف هدم المنازل والمنشآت بعد يوم مشحون باستضامات بين القوات الإسرائيلية وفلسطينيين في الضفة الغربية ودانة الخارجية ما وصفته بتصعيد القوات الإسرائيلية الملحوظ لهدم المنازل خصوصا في القدس ومحيطها والمناطق المصنفة جيم والتي تشكل أغلبية مساحة الضفة الغربية المحتلة مشيرة إلى أن ممارسات الهدم خلال الأسبوعين الماضيين أدت إلى تهجير 34 مواطنا عقب أيام على تأكيد واشنطن بأنها تعتبر الضفة الغربية أرض محتلة أجرى وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين اتصالا هاتفيا مع نظيره الإسرائيلي جابي أشكنازي طالب فيه بضرورة أن يتساوى الإسرائيليون والفلسطينيون بإجراءات متساوية فيما يتعلق بالحرية والأمن والازدهار والديمقراطية وحسب بيان الخارجية الأمريكية فقد جدد بلينكين التزام الولايات المتحدة القوي بأمن إسرائيل وتطلع إلى تعزيز جميع أوجه الشركة الأمريكية الإسرائيلية على خلاف الإدارة الأمريكية السابقة التي اتهمت أو اتهمت بالحياز إلى الجانب الإسرائيلي تسعى إدارة بايدن إلى استئناف العلاقات وإيجاد حل للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي مع وصول رئيس الأمريكي جو بايدن إلى البيت الأبيض عادت الاتصالات بين الولايات المتحدة والسلطة الفلسطينية التي قطعت بسبب خطة رئيس السابق دونالد ترامب كانت هذه أولى خطوات بايدن لإدارة النزاع الإسرائيلي الفلسطيني دعم ترامب للاستطان جاء بايدن على عكسه فقد اعتبر نظيفة الغربية أراضي محتلة وأن النشاط الاستطاني الإسرائيلي يفاق متوترات ويتعرض مع الجهود الرامية إلى تعزيز حل تفاوضي على أساس الدولتين إدارة بايدن على عكس نهج ترامب تعهدت بالسناف مئة الملايين من الدولارات من المساعدات الاقتصادية والإنسانية والعمل على إعادة فتح البعثة الدبلومانسية للفلسطينيين في واشنطن كما شددت الإدارة الأمريكية على ضرورة يتمتع الإسرائيليون والفلسطينيون بدرجة متساوية من الحرية والأمن والازدهار والديمقراطية